السلام عليكم طلاب الصفة التاسع اليوم رح ناخد درس الاتزان الحراري درس الماضي اخدنا المخاليط الحرارية اخدنا ان المخلوط الحراري هو اختلاع مادتين او اكثر او تلامس جسمين مختلفين او اكثر درجة جسمين او المادتين لازم يكونوا مختلفين في درجة الحرارة هلأ هاي وهده تعريف المخلوط وهذا هو شرط انه احصل على مخلوط حرارة انه يكون المواد اللي عندي اياها موجودة مختلفة في درجة الحرارة واخدنا مرة الماضية نظام مفتوح ونظام مغلق اليوم احنا رح نشتغل على النظام المغلق اللي هو المسعر ونبدأ هلأ لما انا احط داخل المسعر اللي هي مواد ماشي فلنفرض اني انا جبت مسعر طبعا المسعر عشان اقرب لك التخيل هو كيف كيف زيت تيرموس القهوة نفس المبدأ برا عن جهاز انا بعزله هذا الجهاز معزول عن الوسط الخارجي هلا هذا المسعر حطيت في مادتين مختلفتين في درجة الحرارة اللي بصير بالداخل انه الطاقة الحرارية بصير تنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد حتى يصير في عندي اتزان حراري شي يعني اتزان حراري طلع عندي على الرسم تحد في عندي جسمين مختلفين في درجة الحرارة الجسم الأحمر هو حرارته عالية والزهر هو اقل درجة حرارة بعد التلامس بصير في عندي عملية انتقال الحرارة او الطاقة الحرارية من الجسم الساخن الى الجسم البارد متى بوقف عملية الانتقال لما تصبح درجة حرارة الجسمين متساوية يعني بتوقف انتقال الطاقة هنا بالرسم الثالثي توقف انتقال الطاقة بس صارت درجة حرارة الجسم الأول ودرجة حرارة الجسم الثاني متساوية بنتوا هنا أنا حصلت على اتزان حراري اتزان حراري هو عملية انتقال الطاقة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى تتساوى درجة حرارة المكونات حكينا في حالة النظام المغلق تمام انا راح يكون في عندي بالداخل اللي هو جدار المسعر من الداخل حطيت اللي هي المكونات بداخل هذا المسعر وبرجع بحكي الطاقة الحرارية راح تصير تنتقل من الجسم الساخن للبارد حتى تصير بالداخل المسعر درجة حرارة جدار المسعر من الداخل والمكونات نفس درجة الحرارة وهنا انا بحصل على اشي اسمه الاتزان الحراري دائما الاتزان الحراري راح يحط ببالك ان المواد بعد عملية الاختلاط راح تصير متساوي في درجة الحرارة لان الطاقة الحرارية راح تظلها تنتقل بين الجسمين لحد ما يصير فيه عندي اللي هي درجات الحرارة متساوية بما ان النظام عندي هنا مغلق اللي هو المسعر نظام مغلق يعني ما بيسمح لانتقال الطاقة الحرارية للوسط الخارجي للهواء اللي هو بنحكي احنا عنه هون فرح يكون عندي اللي هي الطاقة الحرارية هون محفوظة تمام شي يعني محفوظة يعني الطاقة الحرارية او كمية الحرارة الخسرها الجسم الاول بتساوي كمية الحرارة الكسبها الجسم الثاني فبالتالي هون عندي نظام نظام محفوظ كمية الحرارة المفقودة بتساوي كمية الحرارة المكتسبة يعني الجسم الساخن هو اللي رح يفقد حرارة فكمية الحرارة اللي رح يفقدها بساوي كمية الحرارة اللي رح يكتسبها الجسم الثاني اللي هو البارد فدائماً كمية الحرارة المفقودة دائماً أربط المفقودة بالجسم الساخن إنه هو رح يفقد حرارة كمية الحرارة المكتسبة أربطها مع الجسم البارد هو اللي رح يكتسب حرارة نأخذ خطوات كيف ممكن أنا أحل المسائل اللي تيجي على درس الاتزان الحراري اول خطوة اعملها طبعا رح احط القانون القانون هو كمية الحرارة المكتسبة بساوي كمية الحرارة المفقودة قبل ما احط القانون بده احدد شو هي الشغلات او شو هي المادة اللي كسبة حرارة وشو هي المادة رح تخسر حرارة هلا لما احكي لك انا جسم بارد داك تحط عليه دائرة هذا الجسم وتحط انه هذا الجسم هو اللي رح يكتسب حرارة هلا الجسم البارد هنا رح أعطيك طبعا اللي هو نوعه فبالتالي انت رح تعرف حرارته النوعية رح أعطيك كتلته تمام ورح أعطيك درجات الحرارة فبالتالي كل جسم حدد له لحال حدد مثلا وضعنا ماء بارد تمام وضفت عليه ماء ساخن فتحط اللي واحد الماء البارد قداش كان كتلته حرارته النوعية درجة حرارته الاقتدائية والجسم الساخن نفس الشي هاي الخطوة السهلة عليك اللي هي التعود بالقانون ما عطو برجع بحكي أول خطوة بتعمالها بتحط القانون كمية الحرارة المكتسبة الساوي كمية الحرارة المفقودة احنا أخذنا بالدرس السابق انه كمية الحرارة قانونها كاف في حانون في دل تدال هيك لما كنا نجنحل هيك كنا نطبق على هذا القانون رح نستخدم القانون نفسه كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة ما بيفرق معي أنا المسمى القانون هذا هو قانون لكمية الحرارة سواء كانت مكتسبة أو مفقودة بسنتبهوا هنا بالفرعة الثانية من السؤال حطيت سالب هلأ سالب ليه لأنه هاي الحرارة مفقودة معناته حانون في كاف دالتنين ناقص دالواحد بساوي سالب حانون كاف دالتنين ناقص دالواحد طبعا بما أنه الحرارة المكتسبة فوق معناته هاي راح تكون مختصة في الجسم البارد فبالتالي أنا بحط هون الحرارة النوعية للجسم البارد وقدش كانت كتلة الجسم البارد تمام وباجي إلى موضوع اللي هو التغير في درجة الحرارة دالتا دال اللي هو دالتنين ودالواحد هلأ هون انتبه معي على شو هي دالتنين وشو هي دالواحد لكل قسم نجي من اليمين دالتنين ناقص دالواحد ومكررة عندك على اليسار دالتنين ناقص دالواحد ودول القيمتين مش نفس الشي هلأ دالتنين هلأ نفرض أنه أنا حطيت بالوعاء مزيج من ماء ساخن وماء بارد كانت درجة حرارة المخلوط مثلا خمسين سيليسيوس هلأ دالتنين دائما هي درجة حرارة المخلوط تمام؟ معناته دالتنين على الطرفين هي درجة حرارة المخلوط يعني درجة الحرارة للسائل بعد ما أنا خلطت البارد مع الساخن هلأ اللي على اليمين نيجي على اليمين دالواحد بما أنه هي جاي بقسم المكتسبة فرح تكون عندي هون دالواحد اللي هي درجة حرارة الجسم البارد هاي بطرف كمية الحرارة المكتسبة بالجزء الأول اللي قبل اليساوي دالواحد رح تكون درجة حرارة الجسم البارد نيجي للجزء اللي بعد اليساوي في عندك اللي هي سالب حانون حانون اللي هي الحرارة النوعية للجسم الساخن كاف اللي هي كتلة الجسم الساخن دالتنين درجة حرارة المخلوط ودالواحد درجة حرارة الجسم الساخن معناته على اليمين دالواحد درجة حرارة الجسم البارد على اليسار دالواحد هي درجة حرارة الجسم الساخن دالتنين على اليمين وعليسار اللي هي درجة حرارة المخلوط تمام؟ بعد احدد انا اساسا هون عندك في السؤال اذا حكيت لك انه هذا الجسم الساخن لك تعرف انه الجسم الساخن هو كمية الحرارة المفقودة الجسم البارد هو كمية الحرارة المكتسبة دال اثنين حكيت لكم اياها فوق هي درجة حرارة المخلوط دال واحد هي حرارة المادة قبل الخلط بشوف مين البارد ومين الساخن وبعوض هلا اذا كان المادتين متشابهتين رح تلاحظ اني لقدام قبل ما انا اعوض بالقانون رح احذف الحرارة النوعية انهم متشابهتين بس لتسهيل الحل بدك تخليهم ما رح يفرق بس انك بتصعب عليك الحل فانا رح اختصرهم في حل اذا كان المادتين الموضعتين جوا المسعر متشابهتين هلا انتبه انه الكتلة بالسؤال هون لازم تكون عندي بوحدة الكيلو جرام كانت معك باللي جرامات بتحول مني جرام لكيلو جرام وما بتخليها باللي جرامات تمام طيب ناخد مثال وركز معي نظام حراري مغلق تمام يعني بكتب لك نظام حراري مغلق او بحكي لك مسعر او يهاي يهاي بحطه متنتين مع بعض ما بتفرق نظام حراري مغلق مكون من مسعر نحاسي موش يعني مسعر نحاسي الجدار الداخلي للمسعر مصنوع من مادة النحاس هلا هذا المسعر حطيت فيه اتنين بالعشرة كيلو جرام من الماء البارد هاي بدك تحط عليها خط تمام وتكتب بما انه ماء بارد معناته هاي كتلة الماء البارد حكينا دائما البارد اللي هو المكتسبة تمام درجة حرارة الماء البارد عشرة سيليسيوس هلا هاي العشرة سيليسيوس هاي دا الواحد بعدين انا اضفت اليه ماء ساخن كتلة الماء الساخن واحد بالعشرة كيلو جرام ودرجة حرارته برضو هاي دا الواحد بس للكمية الحرارة المفقودة هلا هون انا احكي لك مهملا تأثير المسعر في الاتزان الحراري احسب درجة الحرارة النهائية هلا هذا السؤال طالب تال اتنين اللي هي درجة الحرارة النهائية مهملا تأثير المسعر دا اعتبر انه اتدار المسعر مهمة لتأثيره يعني ما انتقله طاقة حرارية تمام اول اشي بنحط القانون كمية الحرارة المكتسبة بساو كمية الحرارة المكتسبة حرارة المفقودة هاي اول خطوة حكيناها هلا المكتسبة حكينا لمن؟ المكتسبة للبارد والمفقودة للساخن معناته كل جزء بحط معطياته تحته هلا بما انه هي كانت ماء وانا اضفت اله ماء معناته القسمين رح يكون الحرارة النوعية لهم متشابهة للحرارة النوعية للمي فبالتالي انا هون حرارة النوعية رح الغيها من الطرفين رح اشطبها عشان اسهل علي الحل لانه المادتين الموضوعتين جوه المسعر لهو لهم نفس الحرارة النوعية هلا كمية الحرارة المكتسبة انزل تحتها حرارة نوعية حدفتها من الطرفين بيضل عندي كاف كاف طب اي كتلة انا ااخد حكيت بما انه مكتسبة معناته هذا الجسم بارد بما انه بارد انا معطيك اللي هي كتلة الماء البارد اللي هي 2 بالعشرة كيلو جرام طيب هلا دالي 2 اللي هي درجة الحرارة للمزيج اول مخلوط درجة الحرارة النهائية هاي هي المجهولة ناقص دال 1 دال 1 اللي هي درجة الحرارة للجسم البارد حكينا المكتسبة هي كل اشي بخص الجسم البارد بعوض 2 بالعشرة ضرب دال 2 ناقص 10 اللي هي درجة الحرارة باجع القسم الثاني انتبه انه فيه سالب سالب لانها مفقودة حرارة نوعية لغيناها من الطرفين بس ليستشابوا هاي المادتين الاسئلة اللي قدام رح تلاحظ اني رح اعوضها انه المواد رح تصير مختلفة كتلة الجسم الساخن اللي هي 1 بالعشرة كيلو جرام درجة الحرارة النهائية انا طالبها بالسؤال حرارة الجسم الساخن او درجة حرارة الجسم الساخن السور السائل الساخن 90 سيليسيوس هلا اللي رح اعمله رح ادخل اللي هي اللي 2 بالعشرة على القوس فرح ادرب 2 في 10 دالة 2 رح تصير عندي 2 بالعشرة دالة 2 ناقص 2 بالعشرة ضرب 10 الصفر مع الفاصل بيروحه فرح تصير 2 2 بحط اليساوي بنزلها ورح ادخل السالب 1 بالعشرة برضو على القوس انتبه اني لما بده اضرب بالقوس بدرب الرقم الاول وبادرب الرقم الثاني هلا عندي ياها انتبه هون سالب 1 في العشرة مناتو بدرب سالب 1 في العشرة في دالة 2 سالب 1 بالعشرة دالة 2 سالب 1 بالعشرة ضرب سالب 90 تبه سالب مع سالب عشانيك حطيت تحت موجب الفاصلة بتروح مع الصفر فبصير عندي تسعة هلا اللي صار هون انه انا نقلت السالب واحد بالعشرة جمعتها للطرفين تمام ونقلت الاثنين على الطرف الثاني يعني خليت القيم اللي فيها دال اثنين بطرف والقيم الارقام الصحيحة بطرف وانتبه لما بدك تنقل الارقام انه دائما بس انا انقل بغير الاشارة وصفي عندي الهون 3 بالعشرة دال اثنين بساوي 11 بقسم الطرفين على 3 بالعشرة فبصير عندي دال اثنين اللي هي 11 على 3 بالعشرة لما اقسمها قسم طويل تطلع عندي دال اثنين درجة حرارة المخلوط اللي هي 36.6 هلا هذا السؤال عزيزي الطالب ارجع حله كمان مرة عيد حله علشان اذا انت ما طبقت واستخدمت القانون وميزت شو هي دال واحد ودال اثنين صعب تحل اي سؤال فدائما السؤال بحله انا ارجع حط القانون وارجع حله لحالك عشان اتميز انت القوانين واتميز شو هي دال واحد ودال اثنين وشو هي ليش حدفت الحرارة النوعية كيف بدخلي اللي هي الارقام على القوس تمام فالسؤال هذا لازم يرجع انحل كمان مرة بننتقل لمثال تاني سؤال بحكي لك نظام حراري مغلق اللي هو مسعر مصنوع من النحاس هذا المسعر في 200 جرام من الماء البارد عند درجة حرارة 10 سيليسيوس انا عندي يعني جو المسعر تمام بما انه هنا السؤال عندي مسعر وحكي لك اهمل تأثير واعتبر المسعر مش موجود يعني عندي زيكة ان المسعر في مي بارده هاي المي كتلتها 200 جرام وحرارتها 10 سيليسيوس انا حطيت قطعة ساخنة من النحاس قطعة النحاس كتلتها هاي 100 جرام ودرجة حرارة النحاس 80 سيليسيوس هلا هنا بداية قبل ما احل بخطط وبحدد اللي هي القيم شو المكتسب وشو المفقود من البداية تمام اول ما اشوفي جرام بحولها لكيلو جرام ومعدة بعدين ببلش حال معناته انا عندي هون 200 جرام هاي هاي كتلت اللي هي الكمية المكتسبة يعني لما احط انا الكمية المكتسبة تساوي الكمية المفقودة بحط هاي القيمة تحت معطيات اللي هي الكمية المكتسبة الماء البارد درجة حرارة 10 سيليسيوس معناته هاي رح تكون دال واحد تمام قطعة ساخنة كتلتها 100 جرام وحرارتها لهي دال واحد الها 80 سيليسيوس هلا انا بدي درجة الحرارة النهائية للمزيج يعني هون السؤال برضو كمان نفس الشي طالب دال اتنين بس انا حطت السؤال نفس المعطى وغيرت هون عندي الحرارة النوعية مختلفة للجسمين شغلة تانية هون حطت لك الكتل برضو اللي هي مش بالكيلو جرام ميلي جرامات عشان اتميز اني انا لازم احول من الجدول الحرارة النوعية للماء تمام الجدول اللي موجود عندك اللي هو في الكتاب ترجع له حرارة النوعية للماء 4200 جول لكل جرام في سيليسيوس الحرارة النوعية للنحاس 400 جول لكل جرام في سيليسيوس لانه انا عندي المادتين الموجودتين عندي ماء وضفت عليها قطعة نحاس ومضطرة انا طلع الحرارة النوعية للماء وحط الحرارة النوعية للنحاس ما رح أحذفهم من الطرفين أنا حذفتهم بالسؤال الماضي لأنه كان ماء وأضفت إليه ماء هنا لا ماء وأضفت إليه النحاس فالحرارة النوعية رح تكون مختلفة إليهم على ملاحظات على السؤال حكينا الحرارة المفقودة هي طبعا بتكون مختصة في الجسم الساخن والجسم الساخن اللي هو النحاس فبالتالي ميز أنك رح تأخذ كتلة واللي هي حرارة نوعية ودرجة حرارة النحاس الحرارة المكتسبة fluه هي جسم البارد وهو في السؤال الماء معناته المفقودة الساخن النحاس المكتسبة اللي هو البارد اللي هو الماء هلأ لازم أنا أحول اللليجرام لكيلو جرام بقسم على ألف فبالتالي بتكون كتلة الماء اثنين بالعشرة وكتلة النحاس واحد بالعشرة بداية باللم ببدأ حلي السؤال بحط القانون كمية الحرارة المكتسبة بتساوي كمية الحرارة المفقودة المكتسبة اللي هي حكينا للماء والمفقود للنحاس حط القانون حرارة نوعية للماء ضرب كتلة الماء ضرب دال 2 اللي هي درجة حرارة المخلوط ناقص درجة حرارة الماء اللي هي دال 1 بالساوي سالب حرارة نوعية للنحاس في كتلة النحاس بالأقواس اللي هي درجة الحرارة المخلوط ناقص درجة حرارة اللي هو النحاس حرارة نوعية للماء اللي هي أربع ألاف ومتين ضرب كتلة الماء اثنين بالعشرة ضرب دارة اثنين ناقص عشرة بساوي سالب أربعمية ضرب واحد بالعشرة ضرب دارة اثنين ناقص ثمانين ثمانين اللي هي حرارة النحاس والعشرة اللي هي حرارة الماء أربع ألاف ومتين اللي هي الحرارة النوعية للماء والاثنين بالعشرة هي كتلة الماء والكتلة النحاس 1 بالعشرة فدائما بحدد شو المكتسب و شو المفقود وبحط معطياته تحته وبحط قيمه تحته ضربت 4200 ضربت 2 بالعشرة طلعت معي 840 ونزلت القوس تع درجة الحرارة زي ما هو طرف الثاني ضربت سالب 400 ضرب 1 بالعشرة طلعت معي سالب 40 ونزلت قوس درجة الحرارة اللي هي دالتنا ناقص 80 زي ما هو هلا شو رح أعمل هلا رح أضرب 840 في دالت 2 ورح أضربها في عشرة يعني رح أدخل القيم البرد داخل القوس فرح أصر عندي 840 دالت 2 ناقص 8400 نفس الشيعة الطرف الثاني دخلت ال40 ال40 على القوس فرح أصر عندي سالب 40 دالت 2 زائد 3200 هلا الخطوة الثانية رح أخلي القيم اللي فيها دالت 2 في طرف ولقيم الأرقام الصحيحة في طرف الثاني وانتبه لما بدكتون أقول من طرف لطرف غير الإشارة يعني مثلا هون بدي أن أقول السالب 40 دالت 2 لا القيمين لما بدي أن أقولها رح أخليها موجبة أو بجمعها للطرفين فرح يصير عندي 880 دالت 2 لأني جمعتهم بساوي 11600 بدي أخلي دالت 2 لحالها فبتخلص من الضرب بالقسمة رح أقسم الطرفين على 880 فرح يصير عندي اللي هي دالت 2 13.2 سيليسيوس هل إذا كانت الأرقام كبيرة وصعب تقسمها يعني بسط لأبسط صورة لو خلت اللي هيها كسر بس مبسط ما في مشكلة يعطيكم العافية هلأ أي سؤال أنا عرضت لك ارجع حلو كمان مرة بالإضافة لأننا نحل أسئلة الدوسية علشان نرسخ معلومة اللي هو قانون الابتزان الحراري يعطيكم العافية علشان نرسخ معلومة